أهلاً وسهلاً بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات ماذا علم السيد المسيح عن دفع الضريبة؟ هل يجب على المؤمن بالسيد المسيح أن يدفع الضريبة للدولة؟ وكيف يدفعها؟ وما هي خطورة عدم دفع الضريبة؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، فابقوا معنا أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى حباء المشاهدين والمشاهدات ماذا علم السيد المسيح عن الضريبة؟ أو حق الدولة؟ السيد المسيح كان واضح جداً في هذا التعليم وهذا من خلال السؤال اللي قاله لنقدر نقرأه في متى 22 من عدد 15 إلى عدد 22 حينئذ ذهب الفرسيون وتشاوروا لكي يستضوه بكلمة فأرسلوا إليه تلميذهم مع الهيروديسيين قائلين يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر أولى وجوه الناس فقل لنا، ماذا تظن؟ أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبسهم وقال لماذا تجربونني يا مراءون؟ أروني معاملة الجزية فقدموا له ديناراً فقال لهم، لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له لقيصر فقال لهم، أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلما سمعوا، تعجبوا، وتركوه ومضوا وهنا الجزء اللي إحنا قرناه موقف اتعرض ليه السيد المسيح وسؤال كان سؤال خبيث جداً جداً هل يجوز لك أنك تعطي الجزية لقيصر أم لا تعطي؟ من هو قيصر؟ هو الإمبراطور الروماني إعلقتوا باليهود؟ الرومان كانوا محتلين اليهود فهم القوة الحكمة في اليهود والمسيطرين على كل شيء والجزية كانت ضريبة بيتفحها اليهودي للمحتل فكان من الواضح أن السؤال فيه خبس جديد جداً جداً وكانت الإجابة تحتمل ردين ليس إلا يا ندفع يا ما ندفعش فلو قال السيد المسيح نعم أعطوا الجزية لقيصر أعطوا الضريبة لقيصر كان إيه الرد الفعل اليهودي؟ كانوا ببساطة جديدة هيتهمونه خاين إزاي؟ أنت بتقول لنا أن إحنا ند الضريبة لأعداءنا اللي احتلوا بلدنا ند الضريبة لقيصر الوسني اللي بيعبد الأوسان وهو نفسه قال عن نفسه أنه هو إله ويقبل العبادة من دون الله يبقى أنت بالشكل دو مش وطني أنت بالشكل دو مش مؤمن إذا سمحت أن الجزية أو الضريبة تروح إلى قيصر في النحية الثانية إذا كانت الإجابة لا تعطوا الجزية لقيصر وإن قيصر ده إنسان وسني لا يعبد الله الحي ومحتل واخد بلدنا بالاختصاب وبيزلونا وبيهنونا ومتحكمين فينا كانت هكون الإجابة دي سبب كافي جدا جدا إنه هو يلقى القبض على السيد المسيح ويحاكم كمسير للفتنة وكإنسان ضد الحكومة وهكون النتيجة إنه هو قد يفقد حياته بسبب تلك التصريح وهنا بنلاقي حكمة السيد المسيح قال لهم إيه أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله وده معناه إن كل إنسان فينا عليه حقوق لازم يأديها وعليه واجبات هنا بنلاقي إن الضريبة كانت جزء أساسي من المجتمع اليهودي فتعالوا نعرف أساسا الضريبة اللي كان على كل يهودي لازم يتفحها كان المفروض يتفع إيه كان فيه نوعين من الضرائب كل يهودي كان ينبغي عليه إنه يتفحها النوع الأولاني اسمها الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة ودول كحت مسمى الضرائب المدنية فكان عند اليهودي الضرائب المدنية اللي بتاخدها الدولة أو الحكومة والضرائب الدينية اللي بيروح الهيكل نشوف الضرائب المدنية الدرائب المدنية كانت بتدفع بطرقتين زي ما قلنا طريقة مباشرة وغير مباشرة الطريقة المباشرة كانت بتتراوح بين 20 إلى 25% على المدخول الانتاجي للفرض وكانت ازاي؟ كان فيه حاجة اسمها ضريبة الأرض ضريبة الأرض كان بياخدوا منها عشر الحبوب عشر الحبوب فلو فيه عشر أردب ياخدوا ضريبة منها أردب واحد وكانوا بياخدوا أيضاً خمسين على الزيت وخمسين على انتاج العنب فده عشرين في المية فيبقى دلوقتي إذا بيزرع حبوب عشر في المية دي ضريبة إذا بيزرع خمر يعني عنب أو زاتون ده عشرين في المية بيطلع منهم ضريبة وكانت بتسدد يا إما عينية يا إما نقضية عينية يعني ممكن يدو الحبوب زي ما هي والزاتون زي ما هو أو الزيت زي ما هو أو عصير العنب زي ما هو كإنتاج كمحصول كثمر أو يبحى ويدي تمنها كضريبة إما كانش قادر إنه هو يعطي المحصول نفسه كان فيه حاجة اسمها طريبة الدخل طريبة الدخل دي لو واحد بيشتغل مثلاً واحد في المية من شغله كان بيروح ضريبة كان فيه ضريبة اسمها ضريبة الرأس يعني إيه ضريبة الرأس على كل رأس يعني كان كل زكر بيتعدى سنه إلى 14 سنة إلى 65 سنة كان لازم يدفع دينار كل سنة عن نفسه كل زكر يتعدى سنه إلى 14 سنة إلى 65 سنة يدفع دينار عن نفسه ولو كان أنسة يبقى من سن 12 لسن 65 سنة كان لازم تدفع دينار عن نفسها دي الدرايب المباشرة طب الدرايب الغير مباشرة اللي كانوا بيدفعوها للدولة إيه؟ كانت رسوم للعبور رسوم للعبور كانت الطرق زمان خطر جداً جداً وكان من السهل جداً أنك تلاقي لصوص فالمملكة الرومانية أو الأمبراطورية الرومانية حامت هذه الطرق من اللصوص وقطاع الطرق في مقابل أن أي حد يعبر في هذه الطرق كان بيدفع دريبة كان بيدفع دريبة نظير هذه الحراسة أنه يعدي بقفلته أنه يعدي من مكان لآخر من ولاية لأخرى من مدينة إلى مدينة في آمان وفي سلام فكان لازم يدفع هذه الضريبة اللي اسمها دريبة العبور دي النوع الأول من الدرايب النوع التاني كانت اسمها الدريبة الدينية والدريبة الدينية دي ما كانتش بتروح بقى للحكومة ما كانتش بتروح للرومان دي كانت بتدخل لمين؟ كانت بتدخل للهيكل الضريبة الدينية أيضا كانت نوعين النوع الأول كانوا بيدفعوا قبل عيد الفصح بشهر عيد الفصح بيجي 15 إبريل فكانوا بيأخذوه في 15 مارس يعني في 15 ثلاثة وكانت دي درهمين عن كل شخص في المجتمع اليهودي الدرهمين دول كانوا المقصود منهم إيه؟ أو كانوا بيستخدموا في إيه؟ كانت الدريبة دي بتسمى ضريبة الهيكل والغرض منها إعالة الكهنة مش ماديا ولكن إعالة منبسهم واحتياجات الهيكل نفسها لبسهم ولبس رئيس الكهنة الزبايح اللي كانت بتتقدم كل يوم كان فيه زبيحة في الصباح وزبيحة في المساء غير الزبايح السنوية في الأعياد وكان فيه أيضا الأشياء اللي بيستخدموها في التقدمة زي الدقيق زي الخمر زي الزيت كل الحاجات دي كانوا بيجبوها منين؟ كانوا بيجبوها من الضرهمين اللي كان كل يهودي بيتفحها واللي كان ينبغى على كل واحد إن هو يتفحها إلى الهيكل دي ضريبة الهيكل النوع الثاني من الضرائب كان اسمها الأعشار ودي ما تدخلش دحت الضرائب قوي ولكن هم التزام وضعوا الله على الشعب إن هم يتذكروا بي إن الله هو مالك كل شيء العشور وضع الله للشعب إن عشان يتذكروا إن الله هو مالك كل شيء وكانوا العشور ده بيستخدم في إيه؟ كانوا العشور ده بيستخدم لإعالة الكهنة وأسرهم عائلتهم وإعالة اللويين اللي بيشتغلوا في الهيكل فكان اللوي مالوش أرض مالوش زرع والكاهن كذلك مالوش نصيب فكان طريقة الإعالة الوحيدة اللي ربنا خصصها هي إن كل بني إسرائيل يدفعوا عشر من دخلهم لإعالة الكهنة واللويين كانت بتجمع إزاي الأعشار دي في نهاية كل سنة كان اللويين بيروحوا كل مدينة وكل قرية ويعشروا كل شيء يجدوه عند الناس من المحاصيل من الفكهة من الحبوب والغلال طبعا حتى الضقم المواشي الخرفان كل ما ينتج من الأرض أو يربى كان عليه عشر حتى النباتات البسيطة كان بيتداخل عليها العشر بتاعها فكانوا متوققين جدا جدا لو واحد زرع كمون لو واحد زرع شبت لو واحد زرع شوية بصل كانوا برضو بياخدوا العشر عن هذه الأشياء حتى لو كانت بسيطة وده كان عمل اللويين إن هم يروحوا كل أرض إسرائيل ويجمعوا العشور بنفسهم بنلاقي إن الضريبة كان لها طريقة أخرى في التحصيل إزاي كانوا بيحصلوا الضرائب وقت السيد المسيح عشان نقدر نفهم إزاي السيد المسيح كان بيتعامل مع هذا الأمر الضرائب اللي كانت بتدفع كده إحنا عرفنا الضرائب اللي كانت بتدفع للهيكل بتوصل للهيكل إزاي أما الضرائب المدنية فكانت بتدفع بطريقة مختلفة إزاي ما كانتش الحكومة الرومانية بتدمحها بشكل مباشر ولكن كانوا بيعملوا اتفاق مع بعض الناس أو مع شخص معين يقولولوا مثلا المدينة دي أنت اللي هتكون المسؤول عنها أنت تدينا مبلغ معين كل سنة مثلا قول تلات وزنات خلاص دي الضريبة عن المدينة دي ممكن يكون شخص واحد ممكن يكونوا أكتر من شخص مع بعض ويدفعوا المبلغ ده للحكومة الرومانية وبعد كده هم يعينوا ناس تانية اسموهم العشارين اللي هم بيلموا الأعشار أو جبات الضرائب وهم جبات الضرائب دول بدورهم اللي يروح يلموا الضرائب من كل الشعب وكانت النتيجة أنه هم بيحطوا قسم مخصوص لهم يعني حاجة إضافية ليهم وعشان ده كده كان الشعب بيقره النوعية دي من الناس اللي هم العشارين واجبات الضرائب وهنا بنلاقي أن الطريقة دية كانت بتزيده الضغوط جدا جدا فكان المجتمع اليهودي بيعاني بشدة من الضرائب اللي هو بيدفعها طيب هل يجوز للمؤمن أنه هو يدفع الضرائب أو ممكن أنه يتساهل مع هذا الشيء إجابة هذا السؤال هنعرفه بعض الفاصل فإبقوا معنا أهلا وسهلا بيكم أحباء المشاهدين والمشاهدات مرة أخرى قبل الفاصل اتكلمنا عن الضريبة في المجتمع اليهودي واتكلمنا إزاي أنواع الضرائب دي زادت من أحمال اليهودي بشكل مبالغ فيه جدا جدا لأنه كان لازم يدفع نوعين من الضريبة الضريبة المدنية وده كانت بتروح إلى الرومان المحتلين وده كانوا بيستغلوها وكانت قاسية جدا جدا لكن ما كانش فيه طريقة اللي لازم يدفعوها والضريبة الأخرى اللي كان لازم يدفعوها هي الضريبة الدينية اللي كانت بتروح للهيكل أو العشور أيضا إيه موقف الرب يسوع من دفع الضريبة سواء كانت الضريبة المدنية أو الضريبة الدينية في الإراءة المقدسة اللي احنا قرناها عندما جاءوا يجربوا وقالوا له ندفع الجزية لقيصر أو لا ندفع الجزية لقيصر قالوا لهم وروني عملة شاف العملة لمن هذه الصورة؟ لمن هذه الكتابة اللي موجودة على العملة؟ قالوا له القيصر رد الرب يسوع وقال الإجابة اللي فضلت قعدة إلى أجيال طويلة جدا أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله والسيد المسيح كان عايز يعلمنا حقايق مهمة من هذه الإجابة أول حاجة كان عايز يعلمها لنا إن زي اللهم ليه حق أيضا للبشر ليهم حقوق علينا زي ما إحنا بندي حق الله سواء كان في العشور سواء كان في التقدمة أيضا في حقوق للبشر لازم إحنا أيضا نقديها للآخرين زي ما فيه الله في قيصر ولا يجب إن إحنا نكرم الله ونهين القيصر فيجب أن نعطي للجميع حقوقهم دي أول حقيقة السيد المسيح عايز يأكد عليها تاني حقيقة إن الإنسان المؤمن أو التابع للمسيح زي ما له انتماء سماوي لمطأ لوطنه في السماء ليه أيضا انتماء أرضي فالإنسان المؤمن ليس معزولا الإنسان المؤمن مرتبط بوطنه ببلده اللي عاش فيها اللي تولد فيها اللي تربى فيها فإحنا نحمل الولاء لوطننا السماوي وأيضا الولاء لوطننا الأرضي اعتمال قيصر لقيصر وما لله لله أيضا لا يجب على المؤمن بالمسيح أن يسلب حق بلده لا يجب على المؤمن بالمسيح أن يسلب حق بلده ووطنه ليه؟ لأن لو ده حصل البلد اللي إحنا عايشين فيها الخدمات اللي بتقدمها لنا من الضريبة اللي إحنا بنتفحها هتختفي فمثلا الخدمات العامة زي المواصلات الطرق الكباري زي الصحة زي الأمن زي المطافي زي المستشفيات كل دي بتشتغل من الضريبة اللي بيتفحها الإنسان فلو الإنسان ما دفعش الضريبة بتاعته الدولة هتقف الخدمات هتقف إزاي الدولة بتوفر لعاية للمسنين إزاي بتوفر الجيش إزاي بتوفر الدخلية إزاي بتوفر الأمن ما كل ده من الضريبة اللي الإنسان بيتفحها فعدم دفع الضريبة معناها عدم المشارقة في الحفاظ على البلد اللي احنا عايشين فيها وده غلط أو ده خطية لأن لا يجب على المسيحي أبدا أن يكون بهذا الشكل أيضا يا حباء ما علمه السيدة المسيح أن المسيحي يجب أن يكون قدوة يجب أن يكون قدوة ويعطي للجميع حقوقهم فكما نعطي لله حقه ينبغي أن لا ننسى قيصر فنتخيل مثلا أن واحد يقول أنا مؤمن بالمسيح وأنا باتبع السيد المسيح ولكن بيعمل كل الحيل عشان يتهرب من ضريبة الدولة وللأسف الشديد أن في مجتمعاتنا دي بتعتبر نوع من الزكاء ونوع من الحيلة والناس بتمدح الإنسان اللي بيتهرب من دفع حق الدولة للأسف الشديد وأنا مش عارف ليه كده هل السرقة دلوقتي بقت شيء يمدح هل الغش والتهرب الضريبي بقى شيء الإنسان ينال عليه متح الناس للأسف الشديد مقاييس الناس بقت مغلوطة لكن اللي قاله السيد المسيح عكس كده السيد المسيح بكل وضوح اعطوا ما لقيصر لقيصر فالإنسان المسيحي الإنسان المؤمن بالسيد المسيح ينبغي أن يكون قدوة ومثل كما كان سيده وكما كان معلمه السيد المسيح ما سرقش حد السيد المسيح لم يأخذ حقوق الآخرين كان بيعطي للجميع حقوقهم ويجب على أدبعه أيضا أن يتمثلوا به ده اللي قاله السيد المسيح اعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله الحقيقة دي فهمها أيضا رسل وتلاميذ السيد المسيح فمثلا بطرس الرسول بيتكلم عن علاقة المؤمن بالدولة أو علاقة المؤمن بالحكومة بيقول إيه في رسالة بطرس الرسول الأولى إصحاح 2 من 13 إلى 17 يقول بولس الرسول فإخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب إن كان للملك فكما هو فوق القل أو للولاد فكمرسلين منه للانتقام من فعلي الشر وللمدح لفعلي الخير لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعل الخير فتسكت جهالة الناس الأغبياء كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سطر للشر بل كعبيد لله اكرموا الجميع أحبوا الأخوة خافوا الله اكرموا الملك هذه نصائح مباشرة على المؤمن أن يفعلها فكما يخاف الله يجب أنه هو يكرم الملك تكرم قادة تكرم الحكام تطيع السلطات البشرية وده اللي أكد عليه أيضا بولس الرسول في كلامه في رسيله ففي رسالة بولس الرسول إلى أهل رميا إصحاح 13 من 1 إلى 4 فلنسمع هذه الآيات المباركة لتغضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله حتى أن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة أفتريد أن لا تخاف السلطان افعل الصلاح فيقول لك متح منه لأنه خادم الله للصلاح ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر آيات واضحة أيضا من معلمنا الرسول بولس إن الإنسان المؤمن ينبغي إنه هو يغضع للسلطان ليس بالخوف ولا بالإقراه ولا خوفا من السيف الذي في يد الحاكم ولكن لأن هذا الحاكم معين بترتيب من الله فمن يقاوم الحاكم من يقاوم السلطة من يقاوم الترتيب البشري هو في الحقيقة يقاوم الترتيب الإلهي ده بالنسبة للضريبة إذن ما فيش إنسان ليه عذره إنه هو يقول أنا مدفعش الضريبة أنا أحاول أقللها وأحاول أستغل الفلوس دي إن أنا أعمل بيها حتى لو عمل خير ده ما ينفعش دي تبقى سرقة وده اللي هنعرفه فيه ما بعد دي الضريبة المدنية الرب يسوع أكد عليها وأكد إنه إحنا لازم نلتزم بيها ونعطل جميع حقوقهم كما نعطل الله حقه ينبغي أن نعطل القيصر حقه طب علاقة السيد المسيح بالضريبة الدينية هل السيد المسيح تهرب منها ولا دفعها في موقف آخر نجد إن ده حصل معاه في إنجيل متى 17 من عدد 24 إلى عدد 27 ولما جاءوا إلى قفر نحوم تقدم الذين يأخذون الضرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفي معلمكم الضرهمين قال بلى فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تصن يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية أمن بنيهم أم من الأجانب قال له بطرس من الأجانب قال له يسوع فإذن البنون أحرارا أحرارا ولكن لا إلا نعثرهم اذهب إلى البحر وإلقص النار والسمكة التي تطلع أولا خذها ومتى فتحت فاها تجد إستارا فخذه وأعطهم عني وعنك كان السؤال واضح لبطرس معلمك هيدفع الدرهمين ولا لا وكانت إجابة بطرس أيها يدفع السيد المسيح عرف وقال له أيها ندفع بالرغم أن السيد المسيح بيقول عن نفسه أنه هو الإبن هو رب الهيكل هو إله الهيكل فهل يأخذ دريبة أو يدفع دريبة عن نفسه وهو سيد الهيكل مستحيل ولكن لكي لا يعثرهم عمل إيه؟ قال له روح وعمل معجزة روح يا بطرس إلقص النار في البحر سمكة هتطلع لك هأول سمكة أخذها هتلاقي فيها إستارا هتدائج مبلغ كفاية عني وعنك ادفعوا ليهم ليه؟ لأن المسيح بيدي الحقوق للجميع حق الدولة يذهب للدولة؟ حق الله يذهب لله طيب ماذا لو لم نكن أمناء في دفع الدريبة؟ خلي بالنا أن دي قصر الوصية لا تسرق هل يجب على المسيحي أنه هو يكون سارق؟ بتأكيد لا يحب أنه يكون سارق؟ مستحيل أيضا شهادة سلبية عن أتباع المسيح أنهم غير أمناء غير أوفياء ولا يحبون أوطانهم ودي عكس الحقيقة المسيحي المؤمن بيحب وطنه بيحب بلده بيعمل كل شيء لأجل رفعة وعلو شأن بلده أيضا بتزيد الفقر وبتزيد معاناة الفقراء في المجتمع بسبب عدم دفع الدرائب فيجب على المؤمن بالمسيح أن يكون إنسانا أمينا في كل حياته وبالأخص في النحية المادية ساعدنا ربنا أن نحن نكون أمناء في كل شيء إلهنا الحبيب بنشكرك لأن من يأدك نأخذ كل بركاتك ونشكرك يا رب لأنك أنت تعطي الأمناء بسخاء وقلت حاشى لي أني أكرم الذين يكرمونني ساعدنا يا رب أن نحن نكون أمناء لبلدنا وأوطاننا كما نحن أمناء لك أيضا ساعدنا يا إلهنا أننا نسير في كل خطوات حياتنا بلا لوم وبلا عين لكي نشهد لإسمك ونكون برقة لهذا الإسم الكريم أشكرك إلهي لأنك دائما تسمع وتستجيب على حساب دمك الكريم وبإسمك الكريم استجيب ولك مننا كل الإكرام والمجد آمين ساعدت أحبائي بلقاء معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر